السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بي اصدقائنا الحلوين. طلابنا الحلوين معكم هيبة هجا. اليوم رح نحكي عن موضوع الشهادة او موضوع الجلاء. كلاياتنا احنا استلمنا رسائل اغلب مدارس استلمت رسائل انه كيف انه يقدموا على ورقة او دليشة بحيس الطالب يخيروا بين انه هو يقدم انتحان الفصل الثاني ويحتصب للفصل الثاني او انه هو يختار الفصل الاول علامات الفصل الاول ويحطه للفصل الثاني في حال هو ما بده يقدم امتحان. طبعا اغلب المدارس عنا وخصيصا مدارس اردوغان لارد يلي موجودين عنا طلابنا بالمعهد هو هنا نقدموا امتحان هذا يعتبر امتحان النصف الفصل الثاني وقدموهنين ونزلت علاماتهم بالاكيدونام في عنا بيردونام وفي عنا اكيدونام. بيردونام حطولهم علامات وطبعا اغلب الطلاب اغدت عنا بالدوكسان او بالسيكيز دوكوز يعني علامات عالية او مسلان يتمشيكي تمام? هدول بالفصل الاول. طب هدول العلامات من وين اجت بحيس اني انا ما قدمت امتحان? هدول العلامات اجت بانك كنت انت عم تحضر عزوم او كنت عم تحضري عزوم وتشاركي مع الانس وما قطعتي ولا درس. فلزالك حطولكم هدول العلامات يالي موجودة بعلامات عادية لانه ما لا علاقة بالامتحان هي هي علامات المشاركة بالزوم وعلامات الحضور فقط. هلأ هون طلابنا في عنا منهم نقدمو الامتحانات وكانت علاماتهم ما كتير مثلا منيحة اغدين مثلا ايلي بيش او اغدين كرك بيش تمام? ايه اه هدول قدمو الامتحان ونزلت عندهم بالايكيو دونام يعني لما بيفتحوا الايلك اقول عم بيلاقوا اول بير دونام عندهم مثلا دوكسان وايكي دونام عندهم كرك بيش. طيب هون شو بيعملو بهاي الحالة? هون اه الوزارة التركية اه اطلقت هاد الشي من طلاب الصف الرابع لحط طلاب الصف الثامن ورقة وخيرت فيه الطالب بحيس انه هادو الطالب ايا اه بيفاضل على علامات النصف الفصل الثاني يابي فاضل على علامات الفصل الاول وبيختار الفصل الاول للفصل الثاني وحطوله نفس العلامة يابي روح بقدم امتحان بالمدرسة وبياخد امتحان الفصل الثاني كله مع بعضه للفصل الثاني طيب لحنا هون شو رح نعمل? رح اروح هالمدرسة شفنا هاي الورقة اول الشي بنكتب اسمنا طبعا هون والنمرة طبعا وايا صف انا والوالي يعني الولي الامر بعدين انا بيجي بيختار بقرأ هون في عندي هذا للفصل الثاني بحيس انك انت بدك يكون علاماتك الفصل الثاني للفصل الثاني او انك انت تحط الفصل الثاني تمام? علامات الفصل الثاني بالفصل الاول تمام? ندمجهم مع بعض هون انا بحط اشارة هيك مثلا اكس او بحط اشارة هيك كبيرة انه انا بدي علامات الفصل الثاني يكون مع علامات الفصل الاول يعني بحيس انا كنت مجمعة بالفصل الاول مثلا اه سيكسان دوكوز بدي الفصل الثاني سيكسان دوكوز تمام? هيك فبصير هذا الخيار للطالب تمام وبيصير معدل الفصل الأول مع معدل الفصل الثاني هاي الورقة شفناها معا طيب هلا منيجي لهون كمان بيجي بيعطونا هاي الورقة منقل لهم بدنا لحنا الفصل الثاني تمام هلا لحنا في عنا طلاب قدموا امتحان هلا هذا علامات الفصل الأول تمام في عنا طلاب قدموا امتحان نصف الفصل الثاني في عنا طلاب ما قدموا في عنا هون هلأ هون أنا بقل لهم الفصل الثاني بدي أدمه على الفصل الأول وبحط لهم إشارة على هاي تمام وهون في عنا كمان إنه كمان بدنا نحط إشارة بحيث إنه الفصل الثاني يروح كمان مع الفصل الأول وينحسب لي العلامات عليها وهيك أنا بكون حسابة علاماتي الفصل الأول مع الفصل الثاني هلأ هون الفكرة المهمة طبعا إحنا حيكون في عنا امتحان لسه طبعا المدارسية بتحددها بجوزكم بنصف الشهر السادس ببداية الشهر السادس بنهاية الشهر السادس ما بنعرف كل مدرسة حسب شوية بتحدد للامتحانات الفكرة هون الفكرة إنه مو أنا إذا أخدت تسعين ولا أخدت ثمانين ولا أخدت أي رقم تمام؟ الفكرة إني أنا أكون فهمان مضمون الدرس أو إني أنا دارس شوفوا هلأ الطلاب يلي مثلا بس حضرت زوم وما درست ولا عملت امتحان ولا عملت أي شي وأخدت تسعة وثمانين طبعا هذا صراحة يعني مو من العدل غير لما الطلاب تكون فهمان الدرس وحاضرة وأخدت تسعة وثمانين صح؟ يعني هالسنة ما كان في عدل بين الطلاب المهم السنة الجاة هنا نعم نحضره للسنة الجاة السنة الجاة إن شاء الله حيكون في حضور بالمدرسة رح يكون في امتحانات رح نرجع متل ماكننا الطالب يلي كان دارس هاي السنة وتعبان على حاله وعمل فيها امتحانات بالمعهد عنا وكان يعني مشتغل على حاله كتير منيح صدقوني السنة الجاة رح يلاقيها كتير سهلة عليه وخصيصا بالنسبة لطلابنا من صف السابع ناشحين لصف الثامن لأنه عنده نلاقيسة وطلابنا يعني اغلب طلابنا مو بس الصف السابع للتعمل كل طلابنا هيك أما الطالب يلي هو اضاها مثلا لعب وعلى بس حضور على الزوم هو ما كان يعرف اي شي فقط اني انا احضر على الزوم اني انا جيب نقاط واني انا جمع نقاط وكذا وكذا ارجو السنة الجاة دخل على المدرسة حيلاقيها فيها كتير صعوبة ليش لانه في قواعد راح يتعليه وما كان حاضره او هو بس فقط كان عم يحضر زوم تعرفوا طبعا التعليم عن بعد يعني يختلف تماما عن التعليم واجها لوجه ان شاء الله السنة الجاي لحنا متفائلين انه يرجعوا على المدرسة ويدرسوا ان شاء الله ويقدموا امتحانات هلا انا حبيت بس بسط لكم الفكرة اذا رحتوا انتم على المدرسة يوم التنين شو بتكون تقدموا سواء كان من طلاب صف الرابع لا الصف الثامن لهون انا بكون شرحت لكم هدول الاشياء وبشوفكم على خير سلام اشتركوا في القناة